ناس كتير بتحب تشيل فلوسها زي وديعة في البنوك وده علشان يستفادوا من عوايدها في متطلبات حياتهم اليومية خاصة أصحاب المعاشات اللي مش بيكفيهم معاشهم واحد منهم بقى عنده وديعة في البنك سأل عن حكم الشرع في إخراج الزكاة بنسبة 10% من الأرباح اللي بتطلع عن الفلوس دي ولا الصح إنه يطلع 2.5% من أصل الفلوس نفسها؟ قام رد عليه الدكتور مكدي عشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين عام الناس الدكتور قال إن الفلوس اللي بتتحط في البنوك بتدر عائد لازم يكون عليه زكاة خصوصا لو عد عليها سنة قمرية وكانت بالاقت النصاب والزكاة دي حسب الشرع 2.5% من أصل المال المضاف عليه الأرباح لكن كان شايف إن فيه رأي تاني في الموضوع ده بيأكد إن الزكاة بتكون على عوائد المبلغ بس وده رأي رئيس لمنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا الشيخ عبد الله المشد واللي كان شايف إن المال المحطوط في وديعة زي وزي الأرض اللي بتطلع إنتاجها وما ينفعش صاحبها يطلع الزكاة من أصل الأرض لكن بيطلع الزكاة من الإنتاج وعلشان كده الوديعة والأرض زي بعض وإنت اللي تقدر تحدد مقدار الزكاة لو إنت شايف إنك لو فكرت تنسى أصل الوديعة هتضر وهنا أتخرج الزكاة من عشر الأرباح اللي طلع من مبلغ العوائد من جيل ما تستنى مرور الحول موسيقى موسيقى موسيقى